في دار الأسد للثقافة وفي حضور حجد من المثقفين والأدباء تم توقيع كتاب موسوعة العلاجات البديلة للدكتور عيسى محمد وقد تخلل ذلك إلقاء محاضرة للدكتور شرح فيه محتوى الكتاب والجهد الذي بذله لتأليفه وقد أعقب ذلك مداخلات وأسئلة من الحضور أجاب عنها المؤلف كتاب موسوعة العلاجات البديلة هذا الكتاب كان هو نتاج سنوات من الخبرة سنوات من التجربة اللي اختزلت فيها خبراتي خلال سنوات وأنا عم قوم بالعلاج بالطاقة فخلال خبرتي بالعلاج بالطاقة كان لابد من أنه نرسخ هذه التجربة بشيء موسعق ونفيد فيه الناس للمستقبل فكانت فكرة موسوعة العلاجات البديلة هو موضوع كتير له علاقة بحياتنا اليومية وكيف ممكن نعكس هذه الثقافة لكل بيت فأنا أتمنى أنه كل بيت من بيوتاتنا يمتلك شيء من الثقافة العلقة بالطب البديل والطب البديل هو ما نتعويض عن الطب الحقيقي ما في طب حقيقي وطب غير حقيقي أو طب بديل ولكن مفهوم العام أنه نحن عند وجود أي مشاكل صحية معينة نلجأ للطبيب وهذا كتير شيء جيد وهذا يدل على ثقافة صحية إنما إذا كان لدينا شوية معرفة بطرق العلاجات البديلة فبساعدنا أكثر كمان أن نساعد الأطباء في أن نجتاز حالات المرض كما لاحظنا اهتمام كبير من الحضور على أهمية هذا الكتاب وتعطش المكتب العربية لهذه النوعية من الكتب وضرورة نشرها وتعميمها المحاضرة كانت كتير قيمة قيمتها خاصة بأنه خصصة الطب البديل نتمنى بس أنه الطب البديل يدخل في عالم التربية والتعليم كمادة رسمية لأنه فعلا هو بيكمل المعلومات الطبية اللي عم يتلقوها طلابنا بالجامعة صادرة من حيث المبدأ قيمة نحن حاليا نتعرض لهجمات إذا لم نسميها أوبئة أو أمراضا هي هجمات لا تقل خطورة عن الأمراض الثانية فبهذا الطب البديل وبهذا الطاقة الإيجابية التي أعطاها الدكتور ليحائية لا سيما طاقة المحبة والتواصل محاضرة رائعة جدا نحن متعودين عليه متعودين على إلقاءاته دائما كلمة محاضرة بعد تغزية عن توعية للناس نحن بحاجة جدا لهيك محاضرة حتى نغتني دائما بهيك وعي بلزمنا الطب البديل والطب البديل أنا برأيي هو طب ما نمكمل هو طب أساسي مثل ما أحكي أحدنا المحاضرين وإن شاء الله يكون نطبق الشيء في الحياة دائما كتاب لسه ما طلعت عليه لكن من خلال حضوري للمحاضرة كتاب قيم جدا معلومات قيمة جدا بتفيد الإنسان بأنه يحسن التعامل مع جسده مع نفسه وبالتالي مع الآخرين سواء أبناءه أو أخوته أو جيرانه بحيث أنه يوجهون التوجيه الصحيح لآلية الغذاء الصحيحة اللي ممكن يتناولوا ترجمة نانسي قنقر